طيب يا شباب لو توفروا لي قزاز بحيث أبغى أشرب زيت زيتون بكر ممتاز عصره أولى أهه هذا هو الكاس موجود أشكرب عندي هنا بس أبغى أفتح المليون شجرة الزيت هذا الجميل الممتاز وقبل أشرب يا شباب ترى باقي ثلاث دقائق باقي ثلاث دقائق هذا كيف يفتح من هنا الله يرسده مشكلة ما فيني إضافة طيب الطيب باقي يا جماعة الخير ثلاث دقائق أنت شميت ريحة الزيت لما نزل بالمقلع حمي لما حمي ما شاء الله تبارك الرحمن شغل مركب بالله لو تقرب شوي قرب هنا عند مليون شجرة قرب 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 شف 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 كيف شف كيف شف كيف شف كيف زيت زيت ومبكر ممتاز عصرة أولى على البارد شغل مرتب ما شاء الله شوف الزيت يجي بالعافية يا جماعة الخير هذا الزيت الزيت بشكل عام الزيت بشكل عام يا جماعة الخير ترى زين للفتمين وزين لجميع الأمراض والشعر والباطنية وكل شيء حتى للبشرة الزيت الزيتون جدا جدا جميل حتى لو تشرب منها شوي والله يجيب العافية يا الربيع طبعا الزيت الزيتون مذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى فأنا أنصحكم بزيت الزيتون الأصلي مثل المليون شجرة شغل مرتب الله يعطيه ملف عافية شرك فيه الزيت أنا مجربه ممتاز بلا شم جميل واضح واضح شمال الله تبارك الله أنا شميت ريحته أول ما حمي على النار بلا بسم الله ما شاء الله أنا أنت لما تجرب الشغلة الخاصة بالزيوت بتتعلق بالزيوت إن كان زيت أو زبدة لما بتحطه على النار وفتطلع ريحته بيبين صح فعلا السمن العربي أول ما بتشم ريحته على النار غير السمن العملي نعم فعلا صح وزيت الزيتون كذلك فعلا هذه نعم زيت الزيتون يعني صراحة زين للباطنية وزين للبشرة وزين خلاص 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 اشتركوا في القناة